كما شدد الرئيس سيسي على أنه يمكن تنظيم هجرة مشروعة للدول التي تعاني من نقص في المواليد وشدد سيد الرئيس على ضرورة مواجهة نقص العمالة في أي دولة من خلال التنسيق وتفاهم وتقديم هذه العمالة بشكل أو بآخر لمدة محددة نتكلم عن تنظيم تنظيم الهجرة المشروعة والهجرة المشروعة هنا قد تكون يعني حل مش 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 حنودي الناس توعد في سربيا وتاخدها لا 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 إنما تقدر تكون طاقة عمل موجودة تحقق عوائد للاقتصاد في الدول دي تساهم في الإجراءات اللي بتتكلم على توفير موالد مالية للنظام الصحي اللي بيتأثر بالهرم المقلوب يعني وبالتالي فيه فرصة كبيرة جدا في دولنا واحنا بنقول إن ده وتكلمنا فيه كتير قبل كده قلنا يا جماعة تصوروا ويدرسوا فكرة تنظيم الهجرة المشروعة أو الهجرة الشرعية بالحالة اللي بنتكلم فيها دي إن احنا يبقى النهاردة لو فيه نقص في العمالة في أي دولة ممكن قوي قوي تم التنسيق والتفاهم ويبقى تقديم هذه العمالة بشكل أو بآخر لمدة زمنية محددة ثم تعود هذه العمالة مرة أخرى إلى دولنا والدول المشابهة لنا